مصادر أمنية تقول أن الهدف هو تحرير الدواعش للفرار إلى الجزائر وهذه الصور الحصرية لتلفزيون النهار وصلتنا للتو تظهر قوات حليفة حفتر تقترب من طرابلس غير بعيد على الحدود الجزائرية وبحسب مصادر أمنية تقول أن الهدف هو تحرير الدواعش للفرار إلى الجزائر وهذه الصور الحصرية لتلفزيون النهار وصلتنا الآن فيما يتعلق بهذه العملية التي أصبحت تشغل الرأي العام وما أصبح يصطح علي اليوم بأن طبول الحرب تقرع على بيطرابلس وهذا بعد من اقتراب قوات مشير خليفة حفتر من طرابلس غير بعيد على الحدود الجزائرية كما تبرز هذه الصور والمشاهد صور حصرية لتلفزيون النهار والأمر الذي يشير كذلك مصادر أمنية بقرب اقتراب قوات المشير خليفة حفتر تقول بأن الهدف هو تحرير الدواعش بعدما تم تضييق الخناق عليها وهنا تطرح العديد من الفرضيات فيما يتعلق بالتحركات المشبوهة للدواعش طيب نعود